بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ومرحبا في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب والسؤال مقدم من الأخ حامد مطر المولى يقول أنت لماذا تحارب وجود الإمام المهدي سؤال جدا خطير ومهم فأجبته باختصار لأنه غير موجود ولا مولود فسألني مرة أخرى وقال وكيف قطعت بذلك ورسول الله قد ذكر اسمه فقلت له هل سمعت ذلك من رسول الله وهل كنت معه أم سمعت أحاديث مزورة ومكذوبة على رسول بعد 1400 عام سوها بالقرون اللاحقة فهو رجل ذكي فرد عليه السؤال ومن حق هذا طبعا قال وأنا أرد عليك نفس السؤال هل سمعت من الحسن العسكري بأنه لم يعقب ما عنده خلف ما عنده ولد أم استمعت إلى أحاديث موضوعة مزورة من أعداء أهل البيت يا دكتور طبعا أنا مو دكتور بس هو يقول الشيء لماذا تحاول أن تصدق شيئا وتكذب آخر يعني فعلا سؤال في محلي فأجبته بما يلي قلت له يا أخي العزيز لا لم أستمع إلى أحاديث مزورة من أعداء أهل البيت وإنما هذا ما يقوله علماء الشيعة الاثنى عشرية ومشايخ الطائفة الشيخ المفيد الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق النعماني الكليني السيد المرتضى ذول الذين كانوا في القناة الرابع والخامس هم يقولون أنا ما جبت من أعداء للبيت من تراثنا ومن كتبنا ومن أحاديثنا فهم يقولون صحيح هم كلهم يأكدون هذه النقطة يقولون صحيح أن الإمام العسكري قال لا يوجد لدي ولد وأنه أوصى بأمواله إلى أمه قال من حسب الوفاة جاب القاضي وقال له تعال يا أبي هذه أموال اللي عندي يقول له تروح الأمي ما عندي أحد وريث وكتب ذلك عند القاضي في سامراء واسم القاضي ابن أبي الشوارب معروف قال ولكنهم ألا ما شيعونهم يأكدون هذه الحقيقة يقولون هذا صحيح هذا ثابت وما في شك أن الإمام العسكري بالظاهر ما كان عنده ولد ولا قال عندي ولد أنا وأهل البيت كلهم أحد ما يعرف حتى أخوه جعفر ما يعرف عنده ولد وخاصة الخاصة أيضا ما يعرفون هسا أجيب لكم الروايات من كتب الصدوق والمفيد والنعماني والطوسي والمرتضاء كلهم شونا يقولون مو أنا أقول أنا ما أجاب من عندي شيء ولا أجاب من أعداء أهل البيت ولكن هؤلاء العلماء النفسهم يقولون صحيح هذا الكلام ولكن الإمام العسكري كان عنده ولد بالسر محد ما شافه شافين شون كلام معقول عنده ولد بالسر إذن أنت شنون شفتو شنون عرفتو وبعد مية ومئتين سنة وبعد ألف سنة تجون تقولون ها والله كان العسكري عنده ولد بالسر هذا مو صحيح شنون عرفتوا عنده ولد بالسر إذا هو بالظاهر هاي يستمو تفسير الباطني أو الباطنية كان هو التيار هذا كل شيء يقلبه إذا مات الإمام يقولون ما مات حتى الحسن العسكري قالوا ما مات أكو ناس باطنية يسموهم يقلبون الظاهر يابد دفنوا الإمام العسكري ومات لا لا أبدنا هذا موجود بعد حي وكذلك يا سيد محمد أخو هذا المتفوش في بلد سيد محمد هذا كان هو على ساسة الإمام قبل الحسن العسكري بس مات قبله فالإمام الهادي قال للحسن العسكري يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك نعمة أنت مات شنت إمام بسا صرت إمام بعد ما مات أخوك ولقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل الله غير رأيه كان أول شيء حاط هذا سيد محمد يصير إمام بعدين مات فأنت صرت إمام مكانة أكو ناس قالوا لا ما مات فتفرق يسموهم المحمدية شتون الإسماعيلية عندنا نفس القصة لقد بدأ لله في إسماعيل كما بدأ في محمد إسماعيلية قالوا إسماعيل ما مات والإمام دفنه ووصله وكفنه وقدام الناس شيعه قال لا لا مصحي هاي مسرحية الإمام الصادق لن يسويها فصاروا إسماعيلية حتى الآن موجودين الشيعة الإسماعيلية وصووا دولة فاطمية بعدين وبرثوها واحد عن واحد قالوا إسماعيل ما مات يعني في حياتي الإمام الصادق قال بعدين مات مي خالف بس إحنا أبناء إحنا نأخذ هذا الخط صار إسماعيلي ونفس الشيء كفت فرقة صارت المحمدية على أي حال إذا قالوا كلهم ما كانوا يعرفون عن دولت بس أكو ناس بالباطن يعني يقلبون الكلام قالوا هو عن دولت بسر دعني نشوف شنو يقولون فأنا إذا أجاوب الأخ هذا حامد مطر المولى أقول له أنا أصدق قولهم الأول قولهم الأول قالوا صحيح الحسن العسكري توفى وبالظاهر ما قال عندي ولد بالعاكس قال ما عندي ولد وأكذبهم في القول الثاني ما أصدقهم لأنه بلا دليل أنا لازم أستخدم عقلي وأشوف الأدلة الشرعية وأكذبهم في القول الثاني لأنه بلا دليل وخلاف الظاهر والقانون والشرع الآن أنت روحوا بأي دولة بالعالم القانون الموجود بالعلاق روحوا واحد يموت وعنده إرث عنده تركة كبيرة مثلا يجي فد واحد يدي أن يقول يا بهذا الإنسان عنده ولد ما حد ما شايفه صدقوا من عنده شنو دليلك أنت عنده ولد هذا قل لا أنا بس شفته إذا أدكم فلوس طنيا إلي حتى وديها الأبنة يا عمي ما عنده ولد القانون يقول يا عمي يتردل هذا من المحكمة أصلا ولا يقبل دعواه مثل ذاك اللي كان يقول ابني الملك فيصل الثاني بالعراق فيصل الثاني بعدها ما مزوي يجي ونقتل يجيو ناس قالوا لا هو عنده ولد وهذا ولد موجود تعال وطي الملك إلى هو وريث وريث الشرعي بالملك مو هذا مثلا علي بن حسين أو ما أدر منه شوف أشتون يختلقون أشخاص ويختلقون أشياء وهمية حيث لا يجوز نسبة ولد إلى أي أحد بعد وفاته دون أن يظهر أي أثر لذلك الولد عبر التاريخ ومو يوم ويومين ويطلع ذلك الولد لا صار 1200 سنة وهذا ولد ما طلع فكذب الكلام هذا وهم افتراض افتراض وحكي إشاعات مو شي حقيقي يعني وإذا ما صدق الكلام خل نقرأ نشوف الشيعة شون يقولون كتبهم شون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ماذا أجب لك من أحدا التشيوع يا أخي العزيز أكو شي يسموه عصر الحيرة في التاريخ الشيعي أقرأ كتب فرق الشيعة لنوبختي المقالات والفرق الكافي للكليني الغيبة لنعماني الإكمال الدين للشيخ الصدوق كلهم يقولون أكو شي عصر الحيرة يسموه وشيعة مروا بعصر الحيرة أدت وفاة الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 260 للهجرة دون إعلانه عن وجود خلف اللهو والوصية بتركته إلى أمه المسمات بحديث اسمها حديث إلى تفجر أزمة عنيفة في صفوف الشيعة الإمامية الموسوية مو الإسماعيلية الموسوية الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلهي هم القيامة ها عقيدتهم كانت وحدوث لوعي من الشك والحيرة والغموض والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري للموصة شلون صار صعدهم حيرة وتفرقهم في الإجابة عن ذلك إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي في فرق الشيعة هذا الشيعة هو إمامي يعني وسعد بن عبد الله الأشعري القمي في كتابه المقالات والفرق ومحمد بن أبي زينب بن أماني في كتابه الغيبة والصدوق في إكمال الدين والمفيد في الإرشاد كتاب الإرشاد والطوسي في الغيبة وغيرهم وغيرهم هاي كتب موجودة كلها بالنجف وموجودة بقم وأنا قررتها بقم وبطهران وشفت الكلام ومجابة من عندي وروح يقروا الكتب وأنا أعطيكم رقم الصفحة ورقم هذا كلها أعطيكم بياه ويقول المؤرخون الشيعة هذول اللي أرخوا لها الفترة هذه إن جعفر بن علي الهادي أخا الحسن العسكري حاول أن يحوز كل تركة الإمام قال كل الإرث إلي يميروح الأمة ولما أتصل خبر وفاة الحسن بأمه وهي في المدينة خرجت حتى قدمت سر من رأى يعني سام الراء كان يسموه سر من الراء هذه الأيام ودعت الوصية عنه قالت لا أني الوصية ما لت وثبت ذلك عند القاضي لأنه سجلها عند القاضي تركة تروح الأمة ويذكر المؤرخون الشيعة أيضا إن جارية للإمام الحسن العسكري أما يعني تسمى سقيل ادعت أنها حامل منه قبل ما يقسمون التركة قالت آه ترى أني يمكن حامل قالت أنا حامل فتوقفت قسبة الميراث لم تعرفون في القانون الإسلامي إذا أمرأ عبده أما يعني حملة من سيدها ومات سيدها فهي الأموال تروح إلى ابنها وهي تحرر يصبح حرة لأنها يسموها أم ولد بعدين فتوقفت قسمة الميراث والخليفة لذلك الأيام صديق كان الإمام العسكري مو كان عدو إليه وحمل الخليفة العباسي المعتمد الجارية سقيل إلى داره قال زينا إذا أنت حامل خلنشوف تعالي من نسواننا نتأكد أنت حامل ولا مو حامل يسموه استبراء يستبرؤوها والتأكد من حملها ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسمة ميراث الحسن بينه أمي وأخيه جعفر لأن إذا جتها دورة بعد مثلا شهر شهرين تبين هذا مو حامل فخلص أنت دعائك يعني مو في محل لو تروح الجارية تعتبر هذا تلقو فيه الشيخ الطوسي يذكره في الغيبة كل هالكلام التي قلت لكم ويا مو من عندي الشيخ الطوسي في الغيبة صفحة 132 الصدوق في إكمال الدين جزء الأول صفحة 44 الشيخ المفيد في الإرشاد صفحة 341 النجاشي هذا أبو الرجال في كتابه في ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان أبو الجعد والطبري الشيعي مذاك المؤرخة في كتاب دلائل الإمامة صفحة 124 والصدر سيد محمد الصدر هذا آخر شي في الغيبة صغرى صفحة 315 يذكر نفس الكلام هذا والصدوق في إكمال الدين صفحة 44 العلماء السابقين واللاحقين كلهم يذكرون هاي الحقيقة يقولون هذا كله صحيح هذا هو التاريخ الشيعي أنه الإمام قال ما عندي وفي الرجالي قالت أني حملت وبعدين قالوا لا كان أكون ولد أدى بسر جماعة قالوا وتقسموا الشيعة هذيك الأيام إلى 14 فرقة 14 كل واحد يقول فات كلام واحد يقول حسن العسكري ما مات واحد يقول لا مات شفناه مات بس احتيه بعدين واحد يقول وين شفناه احتيه راح يحتيه بعدين هو وتستمر الإمامة وكل واحد يقول محمد هو الإمام محمد ابن علي الهادي واحد يقول ما أدري شنو واحد يقول انقطعت الإمام وخلصت انتهت يعني كان أكو حيرة 14 رأي يعني شنو معنات الشيعة الحسن العسكري مو كل الشيعة الشيعة تقريبا 70 فرقة كانوا ذيك الأيام بس شيعة الإمام الحسن العسكري انقسموا إلى 14 فريق يعني داخوا داخوا حيرة وارتباك وما يدرون شنو صار بالإمامة هذول اللي يعتقدون نظرية الإمامة الإمامة مو من الله الإمامة في الشيء بتدعوها ناس اختلقوها وذول المساكين وقعوا بهذه الحيرة هم الأيامة ما كانوا يقولون ان احنا أئمة من الله والإمامة لازم تستمر في ذريتنا ولكن حسن العسكري أصلا ما تحدث عن الإمامة لما جيت وفا وأحاس بالمرض بس أصلا ما تحدث لا قال الإمامة شنو ولا منو ولا شنو رح يصير بيها ولا معزنون بس أكو ناس خارج إطار الأيامة وبعيد عن أهل البيت كان يختلقوهم نظريات ويلصقوها بأهل البيت وتعال إحنا بعد 1400 سنة لازم نصدق بالحشيات كلهم شبتوا شنون أسا خنجي نشوف الدعاء جعفر بعدين شنو صار لما انه احتاروا وتفرقوا اجي جعفر جعفر ابن علي الهادي أخو الإمام الحسن العسكري يسمو ذول الجماعة جعفر الكذاب جماعة آخر يقول لا هذا كان خوش رجال يسموه جعفر التواب المهم هذا جعفر ادعى أنه أخويا مات ما عنده ولد أنا أصير إمام مكانه شلون الإمام عبدالله الأفطح ابن إمام جعفر الصادق صار إمام هذا بعد إمام جعفر الصادق ومات وما عنده أولاد فأجي موسى بن جعفر قال زين ما عنده أولاد أخوي أنا أصير إمام مكانه فصار يعني ملازمة السلسل الإمامه في الأعقاب وأحقاب الأعقاب هكذا أبدا إلى يوم القيامة لا تنتقل الأخ إذا ابن عام أو شي خلينا نشوف جعفر شنو قال حسب التاريخ الشيعي وما جاء بكم شي من عندي وكل موجود الكتب بالنجف وبكربلة وبقوم وبمشهد وبطهران وما تردون الكتب موجودة هذه وروحوا أشوفوا أنا أقول لكم المصادر وانتوا روحوا قلبوا بهذه المصادر أقروا بس بحق المفتوح شوي فكروا شوي اجتهدوا لا تقلدوا الناس السابقين ولما كانت الإمامة تثبت عادة بالوصية من الإمام السابق لللاحق فقد استغل أخو الإمام العسكري اللي هو جعفر ابن علي الهادي الذي كان ينافس أخاه على الإمامة في حياته كان عركة بيناتهم بين الجعفر بين الحسن العسكري جعفر يقول أنا أكبر من عندك أنا لازم أصير إمام ليش أنت صير إمام واختلفوا شيعة في زمانهم قسم راحوا للجعفر وقسم راحوا إلى مثل إسماعيل وموسى بن جعفر والأفطح وهذا عادة بعد كل إمام أولاده كل واحد كان يقول عن الإمام ويختلفون على الناس وعلى الوصية وعلى الإمامة فهذا قال زين شفتوا أخوية مات ما عنده أولاد معناته هذا مو إمام مثل عبد الله الأفطح شلون مسحوا مسحوا اسمه تسمعون أنه عبد الله الأفطح أحد الأم وإلى قبور وين قبرة مثلا موجود ما حد ما يعرفه ولا يهتمون به بس لأنه شطبوا من القائمة وأكو ناس هم شطبوا والحسن العسكري قالوا ما دام الحسن العسكري ما عنده أولاد ومات فهذا تبين نحن كنا غلطانين بالنمرة من أول يوم وما كان إمام أصلا هذا هذا أرأي لي كانت من هال 14 فرقة فأجل جعفر استغل الفراغ الظاهري بعدم وجود ولد لأخيه وعدم وصيته أو إشارته إلى أحد فادعى الإمام لنفسه بعد أخيه قال خلاص صفة إلي الآن وقال للشيع مضى أبو محمد أخي ولم يخلف أحدا لا ذكرا ولا أنسى وأنا وصيه وكتب إلى بعض الموالين في قم التي كانت مركزا للشيع يوم ذاك يدعوهم فيها إلى نفسه ويعلمهم أنه القيم بعد أخيه ويدعي أن عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه غيره وغير ذلك من علم كلها هذا أيضا كل مصادر الشيعية دعجي بلكم ولا مصدر سني أنا أعتمد عليه وينقل الشيخ الصدوق حديثا عن أب الأديان البصري هذه أهم رواية التي يثبتون بها وجود ولد الإمام العسكري هي نفس الرواية هذه تنقض نفسها بنفسها لحظوا شنو هذه الرواية معروفة رح يسألوا عنها أي شيخ الآن أي خطيب أي عالم أي مرجع أي واحد تردو قلوا له من هذا أبو الأديان البصري شنو يقولكم شنو قال يصفه شيخ الصدوق بالقدم الرابع الهجري هذا هذا تلميذ الشيخ الكوليني يصفه بأنه خادم الإمام العسكري هذا أبو الأديان البصري يسمى من هو أبو الأديان ما يجبون اسمه أبو الأديان كنيتا والبصري فقط هذا هو شخصية وهمية طبعا يقول ورسوله إلى الشيعة في مختلف الأمصار سفير متجول يعني هذا كان أن عامة الشيعة هذا نفس هذا يقول هذا سفير المتجول إلى عامة الأمصار يقول أن عامة الشيعة عامة الشيعة لاحظوا أن عامة الشيعة عز وجعفر لما توفي الامام العسكري يجعوا أخو عزو أخو يقولون يعني أنت آجرك الله مثلا أنت مثلا البقاء في حياته كذا وهنؤوه بالإمامة وهنؤوه عزوه وهنؤوه نفس الوقت وكان من ظنهم منه كان من ظن ذول اللي هنؤوه وعزوه النائب الأول اللي يسمي نفسه أول يدعها أنه نائب أول اللي هو أثماري بن سعيد العمري هذا أول واحد يجه هو وقف وعز هذا وهنؤ زين هذا ما كان يعرف أنه إمام العسكري عنده ولد لو بعدين اخترع هذا ولد حسب مزعجه يقول أيضا ويذكر أنه بغتي صاحب فرق الشيعة والأشعري القمي والمفيد أن بعض الشيعة الإمام العسكري وخاصة الفتحية مثلا التيار كانوا بالشيعة بشيعة الحسن العسكري ذهبوا عفوا اعترفوا بالظاهر يقول الشيخ المفيد والنوب أختي والأشعري يقول أنه وخاصة الفتحية أن بعض الشيعة الإمام العسكري وخاصة الفتحية اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد العسكري وآمنوا بأخيه بإمامة أخيه جعفر وقالوا أن الحسن بن علي توفي ولا عقبة له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه خلص مثل ما صار موسى بن جعفر بعد عبد الله الأفطاح وقالوا أن الحسن بن علي توفي وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفتحية الذين جمعوا بين إمامة عبد الله وموسى ابن جعفر الصادق والذين والذين ذول الشيعة الذين لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية دائما في الإمام يقول إلا الإمام تستمر في صورة عمودية لا إذا عنده ولد تستمر بصورة عمودية إذا ما عنده ولد تروح الأخوه مو مشكلة هذا الفتحية كان يقولون هالشكل وكان وكان رئيسهم والداعي لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز وعلماء وعلماء بني الفضال وعلماء ذلك الأيام عنده فاطمام الحسن العسكري كانوا من أشهر علماء الشيعة ومراجع الشيعة يعني نعتبرهم وعلماء بني الفضال وأخت الفارس ابن حاتم ابن ماويه القزوين هذا أحد شخصيات الشيعة أيضا وكاد أهل قم أهل قم اللي هم كانوا الشيعة ذلك الأيام وكاد أهل قم أن يستجيبوا لجعفر لأنهم لم يكنوا يعرفون غيره وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا جوابا عن كتابه لما جعفر قالوا تعالوا اتبعوني دولة قرارزين احنا أدنا مسائل نسألك وطلبوا منه أن يجيبهم على عدة مسائل قالوا إن أسلافنا سألوا عنها آبائك فأجابوا عنها بأجوبة وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها فأجبنا عنها بمثل ما أجاب آبائك المتقادمون حتى نحمل إليك الحقوق أدنى أخماش وزكوات نجيب الكياه التي كنا نحملها إليهم وأرسلوا وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته حتى يتأكدون هو صار إمام له ولا لا فأوصل الكتاب إليه فأرسل وفدا وهذا الوفد أرسل الكتاب إلى جعفر وسأله في البداية عن كيفية انتقال الإمام إليه مع وجود خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمام إلى أخوين بعد الحسن والحسين قال نحن أدنى في خبر يقول الإمامة لازم تصير عمودية مش تنتقل إلى أخ أو ابن أخ هي القضية يعني إذا واحد ما عنده ولا شي سووا له يرحون إلى أخوه مثلا فاعتذر جعفر بحدوث البداية قال زين هذا الله غير رأيه بالموضوع هذا البداية دائما في الحل ناجع بسرعة يجيبه بس صار تناقض أو صار تعارض قال لك شنو قال لك هذا الله بدأ له الله غير رأيه ويرتاحون لعدم وجود ولد لأخيه الحسن إشلون الإمامة كانت سيد محمد وراحت للحسن العسكري لأنه صار بداء قال لقد بدأ لله في محمد كما بدأ في إسماعيل والآن لو كنت تعتقدون بهذا الاعتقاد هم الله غير رأيه يبو مشكلة يعبروح ويتكلم باسم الله يعني ويقول الخصيبي وهو أحد أركان الإمامية في تلك الفترة إن الوفد أقام هذا الوفد مالقوم أقام عليه مدة يسأل عن جواب المسائل فلم يجب عنها طبعا ذول انقلبوا عليه قاموا يتهموا ماذا ما يفتهي ماذا فاسق يشرب خمر بيوم أو أفات أخوه راح دي يسكر بالنهار قاموا طلعوا يعني دعايات حتى يحطموا ويسقطوا مثل ما اللي عنه شوفون بين الزعامات وبين القيادات والمراجع أحيانا سراعات يعني واتهامات باطلة يقول يسألوا فلم يجب عنها ولا عن الكتاب بشيء منه أبدا هذا الخصيبي يقول ولكن الصدوق والطوسي ومحمد الصدر لا يتحدثون عن هذه المشكلة البسيطة التي لا تصعب على من يدع الإمامة مثل جعفر وإنما يقولون أن الوفدة سأل جعفر عن الغيب ألم غيب أشياء غيبية يعني وطالبوه بإخبارهم عن كمية الأموال التي يحملونها من قوم وعن أصحابهم قلنا نجايبين لك فلوس بهذه الشنطة مثلا قل لنا هاي نفلوسش قد ومن موين جاي بيها إلك لازم عندك ألم غيب هذا من يقول جماعتنا ثلاثة الصدوق والطوسي وستيد محمد الصدر فطالبوه بألم الغيب وقالوا أن الحسن كان يخبرهم بذلك فرفض جعفر التحدث بالغيب واستنكر نسبته الأخي قال أنتم قاعد كذبون على أخوه أخوهم ما كان عندي علم غيب ولا كان يقول هذا الشكل ما تردون تقلدوني ما تردون تتبعوني لا تتبعوني روح وطلعوا بره ويقول وما كان يوصلوني لا تتبعوني 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 لا تتبعوني 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 والأساطير تتبعوني موضوع الحيرة وسبل الخروج منها منهم الشيخ علي بن بابوهي الصدوق الذي ألف كتابا اسمه الإمامة والتبصرة من الحيرة وهذا موجود في أي مكتبة بالنجف روحوا شوفوا مكتبة السيد الحكيم وغيرها شوفوا هالكتاب موجود أقروا الإمامة والتبصرة من الحيرة شنون نطلع من الحيرة هذا في بداية القرن الرابع وقد امتدت تلك الحيرة إلى منتصف القرن الرابع الهجري يعني في 200 سنة ظلت مستمرة حيث أشار الشيخ محمد بن علي الصدوق في مقدمة كتابه إكمال الدين وإتمام النأمة روحوا أقروا وشوفوا يقول أشار إلى حالة الحيرة تلك التي أصفت بالشيعة وقال وجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة شنون إمام غائب ما يصير وين صدوق تشذب لحد شيء هذا يقول وجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة هو يسميها شبهة هو هو واقع بشبهة ويسمي الناس أنت وقع واقعين بشبهة هاي دائما شبهات أنت أنت عايش بالشبهة وواقع بالشبهة وغارق بالشبهة وتتهم الآخرين هذا عنده شبهة وقد كلمني هذا الشيخ الصدوق يقول وقد كلمني رجل بمدينة السلام يقصد بغداد فقال لي أن الغيبة قد طالت والحيرة قد اشتدت وقد رجع كثير عن القول بالإمامة لطول الأمد هذا الشيخ الصدوق في مقدمة كتابة يذكر يذكر حالة الشيعة ديك الأيام وذكر الكوليني والنعماني والصدوق مجموعة كبيرة من الروايات التي تؤكد وقوع الحيرة بعد غيبة صاحب الزمان ما هو بسبب أحاديث تحكي عن ديك اللحظة أحاديث هم اختلقوها ديك الأيام أنه رح تصير حيرة وصير غيبة بس ذكرهم لهذه الأحاديث مع نها الغيبة الحيرة كانت موجودة واختلاف الشيعة وتشتتهم في ذلك العصر واتهام بعضهم بعضا بالكذب والكفر والتفل في وجوههم هذا نص كلامهم ولعنهم وانكفاء الشيعة كما تكفأ السفينة في أمواج البحر وتكسرهم كتكسر الزجاجي أو الفخار يقول الشيعة كانوا شوي عندهم وحدة وتقسمها وتفرقها وتحطمها وتصارع وواحد قام يلعن الآخر واحد قام يكفر الآخر متى؟ في القرن الرابع الهجري هذا دي ينقلون أحاديث طبعا يجبوها أحاديث سابقة على أساس من النبي من اللهم السابقين بس هي تحكي حالة الشيعة في القرن الرابع الهجري وقال محمد بن أبي زينب بن أماني في كتاب الغيبة يصف حالة الحيرة التي عمت الشيعة في ذلك الوقت يقول أن الجمهور منهم الجمهور الأكثرية يعني أن الجمهور منهم يقول في الخلف أين هو وأنه يكون هذا وإلى متى يغيب وكم يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة لاحظة هذا كان أمر ثمانين سنة على أساس الابن العسكري والشيعة قالوا مو معقولة زين ألف ومئتين سنة بعدين إحنا الآن نجي نقول بعد عايش وهو نفس الإمام هذا شون يعني إحنا كلش صرنا نزنب عقلنا بمستوان العقلي والفكري عن ذلك الشيعة في القرن الرابع فمنهم يواصل المعماني يقول فمنهم من يذهب إلى أنه ميت هذا مات كان عنده ولد افترض لو كان عنده ولد مات ومنهم من ينكر ولادته أصلا يقول أصلا ما مولود ما نكركم مولود شون ندليكم على ولادته ويجحد وجوده بواحدة يعني مرة واحدة يقول أصلا هذا ما وجد ولا ولد ويستيزئ بالمصدق به يقول عقلك خفيف شون نصدق بالشيء إنسان على أي دليل نصدق ومنهم من يستبعد المدة ويستطيع الأمد يقول يا عمي صار ثمانية سنة مئة سنة ممعقولة بعد واحد عايش هالمدة هذه ويقول النعماني يعقب على الكلام هو ينقل الكلام يقول هذه الآن الشيعة الجمهور منهم يقولون هكذا وبعدين يعقب يقول أي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الأمر الخلق العظيم والجمهور الغفير ولم يبقى ممن كان فيه إلا النزر اليسير بعض الجماعات قليلين جدا وذلك لشك الناس فكرة ما قد خشب أقول الناس أقول الشيعة وهذا هذا كلام النعماني وهذا كتاب الغيبة موجود في كل المكتبات وهذا مما يدل على أن قضية وجود ابن للإمام العسكري لم تكن قضية مجمعا عليها بين صفوف الشيعة الإمامية في ذلك العصر ما كان مجمع ما كان يجمع يقول لك أقول إجمع إجمع بعدين صار إجمع المتأخرين مو حجة إجمع المتقدمين لازم نشوفه شنوه أو أن الشيعة الذين احتملوا وجوده في البداية مثلا بدأوا يتخلون عن إيمانهم هذا بعد مضي سبعين عاما على وفاة العسكري وإن دعاوة الإجماع والتواتر والاستفاضة التي يدعيها البعض على أحاديث وجود وولادة ومهدوية الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري لم يكن لها رصيد من الواقع في ذلك الزمان شوفوا إحنا إذن مذهبنا هذه اللي نعتقد الآن الثنى عشرية والثاني عشر موجود والإمام الثنى عشر والغائب سوف يخرج وهذا المهدي وهذا كذا هذا مذهب وفد فكر اختلقوا ناس بعدين ما لعلاقة الآب الله والآب الرسول والآب النبي والآب الأئمة ولا هم أحزنون هذا في الفكر إجا ناس حرفوا التشيع واختلقوا نظريات وهمية على أساس فرضيات فكرية وكتبوها صدوق المفيد والمرتضى والطوسيل وكتبوا كتب سموه مشايخ الطائفة مشايخ الطائفة يعني شن يعني مؤسسين هاي الطائفة زي متى كانوا ذولا عايشين في القرن الرابع الهجري فإذا هذا الثقافة اللي عندنا وهذا الفكر اللي عندنا مختلق في القرن الرابع الهجري بينما في بداية القرن الشيعة عامة الشيعة ما كان يؤمن بهذا الشيء وذا تردون هاي المصادر همات موجودة الشيخ صدوق والكليني والنعماني والأيون أخبار الرضا وإكمال الدين والنعماني في الغيبة وكل المصادر والأرقام موجودة وروح وشوفوه وقروه فالأخ الحامد مطر المون لا يقول لي أنت شلون يعني تأخذ أحاديث من السنة وصدق بها وما تأخذ أحاديث من هذا الحاديث الشيعة والإمام العسكري يا عمي لا ألحظ أنت روح اقرأ اقرأ أحاديث الإمام العسكري وقرأ التاريخ الشيعة من المصادر الشيائية الإمامية الاثنى عشرية حتى تعرف أن هذه النظرية مختلقة ما على أساس من الصحة وبعدين ألف سنة ظليننا ننتظر نقول الحكومة حرام وما يجوز واحد يشارك بالسياسة وراح تسهمشنا صرنا على هامش التاريخ بعدين إذا نهض الحديثة نهضة الشيعة البالحة تكلمت أنا على الموضوع أيضا نهضة الشيعة الحديثة قامت على نقد هذا الفكر والتخلي عنه وأنه شنو نقعد ننتظر إمام مهدي غائب ما ندرس وقت يطلع خلينا نقوم نحن نسوي ثورة مقاومة حكومة نسوي انتخابات نسوي دستور الإمام الخميني في إيران حتى سيد السستاني في العراق في لبنان سيد حسن نصر الله كلهم أحزاب قامت وحركات ثورية و أقامنا حكومات الآن هذه الحكومات ممثالية حكومات بشرية أكوناس يقول ها شفتوا شون تجربة فاشلة نفس الأخ هو الأخ حامد يقول شوفها شون تجربة فاشلة مهلا إذن لازم نبتظر الإمام المهدي يطلع يا عمي هي حكومات بشرية مو حكومات إلهية حكومات بشرية ما عدنا غيرها ما يمكن ما نكون حكومة من الله تنزل علينا من السماء فلازم إحنا نصلح الأنظمة نطور الأنظمة ونطور هذه التجربة الديمقراطية لأنه إحنا حديثي عائد بها مو مثل بريطانيا صارنا 400-500 سنة قد نظام ديمقراطي كلها صار عشرات السنين فخلينا نطور هذا النظام حتى هذا النظام أو أي حكومة تخدم الشعب وتعبر عنه وتنشر العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان في هذه المجتمعات ونكون نعيش مثل بقية البشر في العالم قال لطانع عقل وقال أنت روحوا وانتخبوا الدستور واتفقوا عليها وسوي لكم عنظمة سياسية معقولة بحب مني جي نناقش ونجادل أحد الأخوان جاي يجادلني أيضا اليوم أنه النصوص على الإمامة والغدير وكذا بعضهم مثقفين الناس مثقفين عقول علمية مع الأسف يقعدون يصرفون أمرهم في أبحاث عقيمة أنه الإمامة بالنصو الإمامة الله عين أمي طيب وينهم بالنتيجة ما عندنا شيء أمم من السماء ما عندنا أمم معصومين يحكمون ولازم إحنا نحكم أنفسنا بأنفسنا فسواء نجينا انتقدنا نظرية الشورى سابقا وقاعدين قاعدين نقول الشورى باطلة طيب ونحنا الآن نطبق الشورى وما عندنا غير الشورى غير نطبقها فخلي نكون واقعيين خلي نكون نفكر بحالنا اليوم ومو ننتظر المجهول إحنا كل نقوم ونأسس أنظمة عادلة وحكومات ديمقراطية معبرة عن إرادة الشعوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر